مرحباً عليكم ورحمة الله، اليوم موضوع درسنا وحدات قياس السعة للصف الرابع الأساسي السعة تعرف بأنها حجم سائل معين بهمنا نعرف وحدات قياس السعة اللتر يستخدم لقياس سعة الأوعية الكبيرة مثل سعة خزان وقود السيارة سعة بركة سباحة سعة قارورة ماء من وحدات قياس السعة أيضاً الملي لتر يستخدم لقياس سعة الأوعية الصغيرة مثل فنجان قهوة كأس من الحليب وملعقة دواء اليوم إن شاء الله رح نتعرف على العلاقة بين وحدات قياس السعة والتحويل فيما بينها لنتأمل المدرج الآتي حيث يوضح وحدات قياس السعة اللتر والملي لتر اللتر يساوي ألف ملي لتر وعند التحويل من وحدة قياس كبيرة إلى وحدة قياس صغيرة نستخدم عملية الضرب والعكس نستخدم عملية القسمة للتحويل من لتر إلى ملي لتر نضرب في ألف والعكس نقسم على ألف لدينا الأمثلة الآتية نريد تحويل سبعة لتر إلى ملي لترات سبعة لتر نريد تحويلها إلى ملي لترات من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة نضرب في ألف سبعة ضرب ألف الناتج سبعة آلاف ملي لتر لدينا إتناشر لتر نريد تحويلها أيضا إلى ملي لترات نضرب أيضا في ألف ناشر ضرب ألف الناتج ناشر ألف ملي لتر ألف ملي لتر تساوي واحد لتر ألف ملي لتر تساوي واحد لتر لدينا خمسة ألاف ملي لتر نريد تحويلها إلى لتر من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة نقسم على ألف أيضا يمنحك نقسم على ألف ملي لتر شكرا للمشاهدة